بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا كتير من اننا بيبص في وشوش الناس اصحابه ومعارفه وحبيبه بيسمع منهم وبيعرف حكاياتهم لكن لو جدت اسأله ايه اكتر حاجة الكل بيدور عليها الكل نفسه فيها الكل فعلا عايش علشان يوصلها هتلاقي الناس كلها تقولك السعادة نفسه بقى سعيد نفسه عايش سعيد هادي ومرتاح البال ورايق وما ورايش حاجة مقدرة علي حياتي نفسي اكون انسان سعيد طب يا ترى علشان يحقق السعادة ويوصلها كل واحد مننا بيحاول يحقق السعادة بطريقه وباسلوبه وبطريقته المختلف فناس كتير بتكتهد وبتذاكر وبتتعلم وبتعلم علشان ده بالنسبة لهم سعادة وفي ناس تانية بتسرق وبتاخد اموال بغير وجه حق علشان ده بالنسبة لهم بيحقق لهم السعادة وفي ناس تانية بتشرب مخدرات علشان ده بالنسبة لهم قمة السعادة وفي ناس تالتة وناس ربعة كله بيدور على السعادة عربي عجمي مسلم غير مسلم الكل نفسه يعيش انسان سعيد ويا ترى ايه هو مصدر السعادة الحقيقي ويا ترى ازاي نقدر نحصل السعادة دي ده اللي هنحاول نتكلم فيه النهاردة معاكم ومعايا ومعاكم فضيلة شيخنا وحبيب قلبي الشيخ احمد جلال ربنا يحفظه وبارك في عمره الله يحفظك شامس الله يحفظك ضمورك حبيب الله يبارك فيك وسعدك ويهنيك الله يبارك فيك ويرايح بالك اللهم امين اياك الله يحفظك رب مسألة السعادة شيخ احمد يعني احنا فعليا نفسنا نعيش سعادة وكل واحد بيحاول يدور على السعادة دي بطريقته بأسلوبه والنهاردة اخترنا موضوع العلم هل العلم فعلا بيجيب سعادة؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة 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 والسلام خلينا بس من البداية قبل ما نتكلم على العلم وهل هو في عم بيجيب سعادة ولا ان فرق ما بين حاجتين ما بين السعادة وراحة البال والطبق نينة والحياة الطيبة وبين المتعة لان في كثير من الاوقات الناس لما بتدور هي مش بتدور على السعادة هي بتدور على المتعة احنا عايزين لقول لأ المتعة دي بيشترك فيها كل الخلق حتى البهائم طحيح يعني البهائم لو حط نارها طعام ومشرب بتبقى فرحانة ومسوطة ومتمتعة ولكن المؤمن بيعيش الحياة طيبة المؤمن بيسعد المؤمن في نعيم ربنا سبحانه وتعالى قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكلوا الأنعام والنار مثل لهم خليه تمتع زي ما هو عايز في النهاية النار ايه اللي يستفادوا؟ احنا عايزين حياتنا تبقى حياة سعيدة حياة فيها طمأنينة حياة فيها أرب ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الأبرارة لفي نعيم ابن القيم كان بيقول أوعى تظنني دي في الأخر بل هي في الدور الثلاثة في الدنيا وفي البرزخ وفي الأخر وابن سبحانه وتعالى يقول من عمل صالح من ذكر أو أنثى ومؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة حياة طيبة دي هالآية في الدنيا وهالآية في الأخر قال الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة للذين أحسنوا حسن قال الله عز وجل للذين استجابوا لربهم الحسن ابن كثير كان بيقول إيه الحسنة دي هل هي الجنة قال لا ده الحسنة دي هي الحياة الحسنة وهي أحسن أنواع الحياة وده معاهم في كل مراحل حياتهم إزاي نوصل لده هتلاقي دايما أن ده كان مقروم بالطاح وده دايما مقروم بالعبادة ودايما مقروم بالأرب من الله سبحانه وتعالى قارن كده إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات قال تعالى من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينا وحيطا طيبا إن الأبرارة لفي نعيم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئتين وأصلح بالهم ده كله مقروم إننا أكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى يبقى من البداية السعادة هي مقرومة في القرب إزاي أقرب أصلا بالعلم هو حتى ده محتاج علم إن أنا أعرف أين السعادة الحقيقية والفرق من السعادة وبين المتعة الزائلة ده محتاج علم يعني محتاج إن أنا أتعلم إزاي أستفيد بعمر القصير ده في حياتنا الدنيا اللي هي قصيرة جدا اللي الناس بتحاول تبذل قصارة جهدها فيها علشان توصل يمين وشمال بدون العلم العلم ده عام زي المصباح اللي بينير الطريق لو أنا مشيت في طريق ضلمة ما معيش المصباح ده همشي ألوش هنخبط يمين وشمال صحيح صبعا شوف إحنا خلينا نقص اللي قاعدة مهمة أوي نعم إن السعادة أي والطمأنينة وراحة البال الحياة الطيبة المعاني الجميلة أو دي هي دايما مقرونة إن أنا أكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى طيب أنا أقرب إزاي لا يستطيع الإنسان منه أبدا إنه يوصل لربنا سبحانه وتعالى إلا بعلم أنا عايز أروح للقاهرة ومعرفش الطريق أنا مش أوصل وهفضل أتخبط في الطرقات علشان كده إحنا دايما بيقول إلا عايز سعادة اشد حيلك في العلم هتعرف الطريق شوف يا بشبونت سعاد جاء ثلاثة طراط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته نعم فلما أخبروا كأنهم تقالوها قال أحدهم أما أنا فأصوم النهارة ولا أفطر والتاني أقوم الليل ولا أنام والتالت قال أنا لا أتزوج النساء ثلاثة دول بيحبوا ربنا صح؟ أيوة صحيح هدفهم الأساس إيه؟ الأورب من ربنا الأورب من ربنا سبحانه وتعالى صحيح والسؤال هل وصلوا؟ الإجابة لا ولن يصلوا رغم كل العمل اللي عملوه طبعا ولو فضلوا على نفس هذا الحال لن يصلوا لأن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى مقروم بالعلم بل النبي صاصم قال إن من راغب عن سنتي فليس مني لما سمع اللي الناس دي قالته قال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فان راغب عن سنتي فليس مني كم من الناس اللي بترجو إن هي فعلا توصل لربنا سبحانه وتعالى من غير علم وما بتوصلش وبالتالي لا تجد السعادة اللي احنا رحين يدور عليها كهمس الهلالي جاء فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ثم عاد إلى قبيلته طب قعد تعلم اعرف أصول دينك اعرف إيه الواجب عليك راح خد سنة كاملة الصيام ليه بيحب ربنا غيته يوصل لربنا هدفه أن أكون قريبا من الله سبحانه وتعالى بعد سنة رجع ضعيف نحيف إنسان فعلا الصيام أصابه بوهن غير طبيعي قال فرم يا رآني نبي صلى الله عليه وسلم صعد في النظر وصوب فقلت يا رسول الله ألا تعرفني قال ما الأنت قال أنا كهمس الهلالي وبيجاوب على السؤال اللي بيدور في خطر النبي انت ضعفتك دا ليه إيه اللي وصلك لكده قال ما أفطرته بعدك يوما فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما صام من صام الأبد وكان عايز يوصل لربنا علشان يبقى سعيد ولكن من غير علم مش هيوصل ونموذك تالت من المسجل العجيبة جدا الغريبة جدا اللي ممكن يكون الراجل دا هو أنا وكل اللي قاعدين معانا دول الراجل اللي داخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وداخل الله أكبر ويصلي الصلاة وييجي يقول للنبي السلام عليك ورسول الله يقول له ارجع فصلي فإناك لم تصلي انت ما صلتش هو صلى دا أنا جيت المسجل عشان أصلي عايز أقرب من ربنا عايز أوصل ونبي يقول له ارجع فصلي فإناك لم تصلي وكانت مشكلته الأساسية انه عبد ربنا سبحانه وتعالى على غير بصيرة على غير علم غاب عنه حكم فقه واحد ما تعلمش حكم فقه واحد فكانت النتيجة عبدته وقعت النبي كل شوية يقول له ارجع فصلي فإناك لم يصلي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي أمثاله صلى الله عليه وسلم في الناس اللي بيصلي بقى بسرعة وقال يصلي رجل ستين سنة ولم تقبل منه صلاة واحدة اخطر من كده احنا دايما بنقول استعادة ان انا اوصل لربنا يبقى اذا انا مش هاوصل لربنا الا لما اعبده صح ومش هعرف اعبده صح غير لما يكون عندي علم اخطر من كده ان انا معصيش ربنا واكتر شيء بيوصل لانسان انه يعصي ربنا سبحانه وتعالى انه يتعبد لله بجهل سبحانه يتعبد لله بجهل صحيح طبعا الانسان لما بيكون جاهل بأحكام ديني بتلاقيه عمال يتخبط في انواع من المعاصي غير طبيعية عمال الدنيا بتشدة عليه وبنتزداد عليه ازمات وشدة دايما الانسان اللي عنده علم كده عنده اريحية في التعامل اللي عنده جاهل عنده شدة يعني حياته كلها مشدودة لانه عنده المعادلة الصفرية هو اكون او لا اكون او هو معتقد ان الدنيا لازم تمشي على نسق واحد واسلوب واحد طريقة واحدة وإلا يبقى انا كده ما فيش خالص واسيب خالص بيضيع بقى وهنا تبدأ مرحلة الضياع العلم بيخلي الانسان منه عارف يوصل لربان كويس هذا بليك مثال سيدنا علي ابن ابي طالب جاءه رجل فقال يأمين منين الفقه من التجارة اتاجر ولا اتعلم قال له لا الفقه قبل التجارة لان الرجل اذا اتاجر قبل ان يفقه ارتطم في الربح ثم ارتطم في جهنم انا النهاردة هنزل بقى ابيع واشتري واتاجر واعمل وانا مش عارف ايه الحلال وايه الحرام وايه الصح وايه الغلط هتكوني نتيجة ان انا اقع في صورة من صور الربا ضاعي الانسان شوف النهاردة ازمة الدولار واغلب الناس نهارش اغالى في الدولار ويبيع ويشتري ومش عارف ايه انا بيتعرض علي كل يوم عشرات الاسئلة المتعلقة ببيع وشراء العملات يا جماعة ده ربا ده حرام يقع في المحظول لان ما عندهوش علم وطالما المعصية دخلت بيجيش يسأل غير لما يكون عمل خلاص مش يسأل قبل ما يعمل المعاملة لا هو خلص المعاملة وعملها مرة واثنين وثلاثة وعشرة وبعدين يفتكر بقى ان في حاجة اسمها وتفاجأ بقى بعد كده تفاجأ بقى بعد كده ان صاحبنا ده يوم القيامة رايح بيظن ان انا انا سعيد بقى خلاص انا داخل على الجنة على طول يفاجأ ان ربنا سبحانه وتعالى بيحزبه على مسائل وهو واقع فيها انا ما وقعتش في الربا لا ما هي المسألة دي ربا والمسألة دي ربا والمسألة دي ربا وانت ما خدتش بالا وابدى لهم من الله اه وهنا ما يلاقيش سعادة هنا ما يلاقيش سعادة ليه علشان كده بقى كان سيدنا عمر رضي الله عنه ينزل الى الاسواق ومعه الدرة العصاية بتاعته تعالى انت بتبيعه تشتري المسألة الفلانية لو واحد باع بالطريقة الفلانية وضعها ايه اذا ما عرفش يجاوب اذا ما عرفش يجاوب كان يضربه عمر بالدرة ويطروده خارج السوق ليه خيف عليه يا سيدنا عمر بيعمل كده حتى مع الاطفال رأى طفلا يوما يحملوا سرة او اناء فيه تمر فقال له من اين اتيت به ورايح يبيعه في السوق فقال له هذا من سقط الشجر ده داوع فقال تعالى ارني فشافوا الاول هل دا من سقط الشجر ولا دا هو طلع وسرقه من مكانه معه فالما رأى قال لقد صدقت واذن له يعني في انه يبيعه كده وكمان البخار يا سيدنا بوى بابا في العلم قبل القول اللي عمل واستدلى بقول الله جل وعلا فاعلم انه لا اله الا الله تعالى بقى خلينا بقى النهاردة نقول احنا عايزين بقى السعداء بغير علم انا كان لسه حد بيسألني من اين ات كام يوم لسه راجع من الحج انفق اموال كتيرة جدا وجاي بيسألني سؤال السؤال باختصار انه لم يطف طواف الافاضة ولا سعي الحج وعاد الى مصر الله اكبر الله اعجب لا طواف افاضة لا طواف الافاضة يعني احنا عندنا الحج اربع اوكان الاحرام من نية الاحرام نية النسك ويقوف بعرفة وطواف الافاضة وسعي نعم تخيل هو سقط اتنين سقط اتنين فبقول له ازاي ده انت كده سبت ركنين من اركان الحج تخيل قدر بقى شحوب الوجه اللي بقى على الظاهر عليه لما عرف انه هي دي المشكلة مشكلة كتير من الناس انه عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى من غير علم يا جماعة ما ينفعش ما ينفعش اسألوا اسألوا زوجتي وزوجتك واختي واختك خاتم بتاعها تكسر تروح للجواهرجي اخد الخاتم ده وهاتلي خاتم وادفع الفرق يا جماعة هذه المعاملة الربوية النابي قال عنها ذلك الذهب وبالذهب ربا مثلا يدا بيد سواء بسواء طب احنا ما عملناش كده طب احنا بنقع في حرام طب الحرام ده لما هقف بن ادين ربنا سبحانه وتعالى في الايامة الوضع هيبقى عمل ازاي شكلي ونواب بن ادين ربنا سبحانه وتعالى هيبقى عمل ازاي نقطة تالتة الانسان اللي تلاقيه بيتعامل مع الله عز وجل في عبادته بعلم واحد ما شاء الله فعلا كده تلاقيه ايه ما شاء الله افكاره مترتبة عارف هيعمل ايه فما عندوش مشقة بخلاف اللي ما عندوش علم اديك نموذجين مثلا النموذج الاولاني النموذج عمر بن العاص رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم ارسله في غز وذات السلسل نعم اصبت جنابه والجو وتلج في تيمام صلى باصحابه الناس كلها يا رسول الله ده عمر صلى بينا هو جنوب نعم قال يا رسول الله اصابتني جنابه في ليلة باردة فتذكرت قول الله ولا تقتلوا انفسكم شوف الفهم شوف العقل شوف الواحد اللي فعلا دماغه مترتبة علميا اه اه وتذكرت قول الله ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمة فما زدت إلى أن تأممت وصليت وضحك النبي صلى الله عليه وسلم للقوة على الاستنباط والقوة على الفهم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على هذا الفعل قارن بالنموذج ده والنموذج الثاني حديث جابر خرج أصحاب النبي في سفر فأصاب رأس واحد منهم حجر فشجة ثم إن الرجل أصابته جنابة فقال هل تجدون لي من رخصة فيه أنا أتأمم قالوا لا وأنت تقدر على الماء دماغي مفتوح يا جماعة وأنا عليها جنابة وعايز أغتسل قالوا لا المية موجودة لازم تغتسل اغتسل فمات شوف سبحان الله شوف عمر بن عصد يا الله عنه إزاي واحد دماغه مترتبة ودماغه فهمة فكانت النتيجة جاب لنفسه التيسير وجاب لنفسه كل شيء كويس شوف في الجانب التاني فتوى واحدة أو عدم معرفة حكمه واحد من أحكام الشرع بيوصل الإنسان لإيه طيب يعني دلوقتي شكرا أحمد يعني إحنا إيه قبل ما نقفز بقى في الآخرة العلم هيعملنا إيه؟ أنا عايز الدنيا نفسها يعني إحنا كتير جدا الشباب والبنات بيسألوا يا جماعة إحنا دلوقتي في حالة عزوف عن العلم العلم والعلماء مش هما المبرزين والمصدرين للناس مش هما القدوات التي تصدر والتي ينبغي أن تصدر لناس لكن للأسف دلوقتي ممكن يبقى فيه مغني مثلا يتشاف بمئتين مليون مشاهدة أغنية له مغني تانية أو ممثلة تانية يتشاف الكليب بتاعها خمسين مليون مشاهدة وهكذا وفيه أرقام أكبر من كده بكتير ونجي لدعاتنا ومشايخنا ممكن نلاقي أنه لأ يعني ده الاثنين مليون ده يعمل فرح ويأز مصحابه قريبه والمجتمع والناس لأنه مثلا فيه فيديو شايف اثنين مليون مشاهدة يا ترى الصدمة دي إيجابة مين يعني مشكلتها فين؟ العزوف عن العلم ليه الناس عندها عزوف عن العلم؟ العزوف عن العلم له أسباب كتير قوي السبب الأولاني أنا مش مقدر أصلا قيمة العلم أنا مش عارف أصلا إيه قيمة العلم أصلا علشان كده دورنا دايما نحن نتكلم مع الناس على قيمة العلم وعن فضل العلم ده 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 واجب علينا في الوقت ده حث الناس على العلم وتعلم العلم سبحان الله أنا قبل ما أجي عطوك كان الدرس بتاعي عن فضل مجلس العلم شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون في جزيس يذكرون الله فيه بالعلم إلا نداه ملادي من السماء كنوا مغفور لكم قد بُدلت سيئاتكم حسنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العبد كفضي على أدناكم لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول معلم الناس الخير يستغفر له كل من في السماوات وكل من في الأرض حتى نمز في جعرية والحوت في البحر إحنا أول حاجة إحنا محتاجين يعني نحطها في أعين الناس وفي أذهال الناس تمت العلم فضلت العلم أنا مش هارف أوصل لربنا سبحانه وتعالى إلا بالعلم لو قدرت النهاردة إن أنا أكلم الناس دايما عن فضائل العلم الدنيا هتفرق كتير جدا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول لأن أتعلم بابا واحدا من الحلال والحرام أحب إليه من سبعين غزوة في سبيل الله ده أبو هريرة العالم سيدنا الحسن بصر بيقول والله إلا أن أتعلم مسألة مسألة بقى مش باب مسألة في الحلال والحرام أحب إليه من أن تكون لدي الدنيا وما فيها فأجعلها في سبيل الله فالناس محتاجة تعرف أولا إيه إمتي العلم تمام دين حاجة الأولانية يا ترى مين المنوط بينه يبين قيمة العلم والعلماء المنوط بي دلوقتي كل المجنية على الصحة سواء ما شاء الله المشيخ الكبار والعلماء الكبار هذه واحد اتنين الدعاء ما شاء الله اللي مجتهدين بقى لهم عشرين تلاتين سنة شغالين ما شاء الله الأمر الثالث الصف اللي بعدهم الشباب اللي لسه طالع بفضل الله ولو جمهور وناس بفضل الله ملتفة حواليهم لازم تكون في حملات كاملة كاملة تتوافر فيها الجهود لحث الناس ودعوة الناس على طالب العلم فعزف الناس عن طالب العلم واحد نظر أنهم مش عارفين إيه من طالب العلم الأمر الثاني ودي نقطة مهمة جدا ولازم نقط بالنا منها يعني بنقول عليها إيه بنقول عليها إن أنا ما عنديش منهجية واضحة عدم وضوح المنهجية دايما عند كتير من الناس بتوقع الناس يقرأ شوية في السيرة بعد كده يميل فيه يقرأ شوية في الفقه وبعد كده يميل بعد كده يقرأ شوية في العقيدة فبالتالي ما عندهوش منهجية واضحة فبالتالي بتلاقيه دايما مشتت وتلاقيه عمال يتنقل ما بين كتاب لكتاب وما بين سلسلة لسلسلة وما بين دورة لدورة وهنا بنقول احنا اللي عايزة جماعة يطلب علم لازم ان هو يشوف حد من اهل العلم ويكلمه ايه المنهجية اللي انا امشي عليها دلوقتي ايه الواجب علي الان اي شيخ لو هيسأله هيقوله الواجب عليك الان من البداية حاجتين مهمين جدا تصحيح الاعتقاد وتصحيح العبودية لله عز وجل يبقى لازم تاغوا الدورة مبسطة في الاعتقاد مثلا الدورة دي تتعرف فيها على اركان الامان وكل ركن من الاركان وما يتعلق به من مسائل ايمانية الامر التاني انك تعرف ازاي تعبد ربنا سبحانه وتعالى صح ازاي تصلي ازاي تصوم ازاي تزكي ازاي تحج يبقى اذا عدم وضوح المنهجية ده برضو بيعمل عند الناس في كتاب الاوقات ازمات ازمات وازمات كبيرة جدا وبالتالي يعني لما الامام مالك رحمة الله عليه بيسألوه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم طالب العلم فريضة على كل مسلم هو وضح المنهجية قال ينظر العبد من حين ان يصبح الى ان يمسي ومن حين ان يمسي الى ان يصبح يتعلم ذلك ولا يؤثرنا عليه شيء انا تاجر يبقى اذا اصبح المنهجية بتاعتي الواجب عليها ان اتعلم مسائل التجارة واحكامها حلو جدا انا طبيب اصبح من الواجب عليها اتعلم الاحكام الشرعية المتعلقة بهذا الامر طب انا النهاردة شاب بقرب من ربنا سبحانه وتعالى يبقى واجب عليك تتعلم الصلاة داخل عليها رمضان يبقى واجب عليها اتعلم احكام الصيام يبقى المسألة هنا هي مسألة وضع المنهجية وضع المنهجية طب قبل المنهجية مع الشرع انا برضو عايز اقول ان كل ده الكلام للشاب المقبل اللي هو فعلا عايز اتعلم بس مش عارف يتعلم ازاي عايز اتعلم بس مش عارف يروح لمين عايز اتعلم بس مش عارف السن اللي هو فيها دي سن مناسبة ولا مش مناسبة عايز اتعلم بس ما عندوش الثقة الكافية في حد معين انا عايز اقول له انا عايز اكلم الشاب اللي هو اللي هو اصلا لسه باخدش الخطوة دي. خطوة انا عايز اتعلم. انا عايز اكلم الشاب اللي هو اصلا مانا ماشي ومزاجي حلو وبسمع اغاني وبطلع الساحل وبروح وبتفسح وبصاحب ولاد وبنات والدنيا جميلة. ايه الخنقة بتاعت العلم دي? ايه اللي وديني الموضوع ده? ليه? انا محتاج العلم بقوة. انا محتاجه ليه? اللي هو برا خالص. مش اللي اخدت خطوة ومش عارف يصحح. لا انا عايز نرجع ورا خطوة تاني. طيب خلينا هنرجع كده خطوة تاني شوف ايه 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 اتنين بيصلوا جنب بعض. جميل. واحد داخل هو بيصلي يعلم يقينا ان الله عز وجل يناجيه ويقرأ الفتح. فبيقول الحمد لله رب العالمين. ويعلم ان الله عز وجل يتكلم معه فيقول حمدني عبدي. اثنى علي عبدي. مجدني عبدي. صحيح. هل يطرى هيكون حاله في الصلاة كحال اللي مش عارف المعنى ده. واحد دخل الصلاة وعارف ان من احكام من ضمن الادعية الاستفتاح الله اكبر وكبير والحمد لله كثير وسبحان الله وقال الله واصل الله. ويعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من قال هذا الذكر او هذا الدعاء في دعاء الاستفتاح تفتح له ابواب السماء. فداخل بيقول الله اكبر وكبير وقلبه على السماء وهو يرى بقلبه الآن أبواب السماء بتفتح فادع الله عز وجل حاله هيكون زي حاله اللي معرفش هذا الدعاء طيب حال الإنسان اللي بيسجد وهو ساجد مستشعر أقرب ما يكون العبد من ربيه وهو ساجد ومستشعر أكثر الدعاء والدعاء لا يردها ساجد هل يطره يكون حاله زي حاله اللي ساجد وخلاص العلم هنا بينقل أولا صلاتك من حال لحال من مكان المكانة تانية خلاص ده في حال العبادة حاجة تانية هل يطره من علم الله أو من عارف الله عز وجل بأسماء والصفات اللي عنده علم بقى ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى هل يطره اللي عنده العلم ده هيكون زي واحد ما عندهش معرفة بالله سبحانه وتعالى شوف كلما ازداد العبد لله عز وجل بالله عز وجل معرفة كلما ازداد له حبا وكلما ازداد له حبا كلما ازداد له طاعة طب وكلما ازداد الانسان عن الله عز وجل بعدا ايه الوضح مش عارف حاجة عن ربنا سبحانه وتعالى لا يعرف اسماء الله ولا يعرف صفات الله واضح يكون عامل ازاي الله بيقولولنا يا شيخ دايما بنسمع اقوال ومقولات مزخرفة ومزينة في القناة وفي غيرها انه بيقولولنا لا يا جماعة انتو مش فاهمين العلم ده لو ناسه والعلم ده مش بتاع كل حد وبعدين انتو اصلا مش محتاجين العلم ده اساسا في حاجة في حياتنا من تعايش وبتأكل وبتشرب والدنيا زي الفل يعني انا انا بكلم هنا على ايه على شد عادي خالص من شبابنا اللي في الجامعة الشباب اللي هما لسه وقفين في الجامعة في صنية الجامعة مع البنات والشلال الجميلة دي اللي هو عفة جميلة ولطيفة فعلا واحنا على فكرة مؤدبين يعني مش معنى ان انا بسلم عليها او ان مثلا صاحبتي بتبسني او ان احنا محشين انتو ليني يدكو وحشة احنا كويسين وانا مش حسن نايسني حاجة مش نايسني علم انا ازاي حسس الشاب ده او ازاي عرفوا الحياة اللي غايبة عنه عارف عارف شاب ده في يوم من دي الايام ما يعرفش حاجة من الدنيا الا الساحل البحر بتاع جمسة ايوه خدس بالك فهو طول عمره شايف ان ده اعظم حاجة وافضل حاجة واجمل حاجة في الدنيا كلها يابني الساحل اصلا مش كويس يابني الساحل وبعدين ما علاهوش من الطرفيه ولا عليه من السعادة الحاجة اللي تبهرك فده يفضل لك لا انا مقتنع انا عايز افضل هنا انا هو هي ساعدتي هنا لحد ما تيجي في يوم من الايام كده تصدمه صدمه وتواخده مثلا وتضيف قرية من القرى مثلا اللي في الساحل مثلا فشوف بقى الاكواباركي بقى وشوف لون المية وشوف الساحل وشوف طبيعة الناس فيقول ده انا ده انا جمسة ايه انا خدت اخترا اللي انتوا بتحكوا عليا ايوه عارف لما في يوم من الايام يكون في شاب يعني هو عربية الفول دي اقصى اقصى حاجة عنده فيقول لك لا ده عليه شوية فول بالذات الحار ما لهمش حل ويبني فيه حاجة فيه اعلم كده بكتير جدا مع حبي طبعا للعربية يعني شوف سمك التونة مثلا اه لما تاخده بقى توقع ده مطع بقى حاجة بقى كده يقول لا ده انا كنت حارم نفسي اصلا من حاجات تانية كتير جدا زي بزبط الشاب اللي هو خرج للدنيا وما شافش في الدنيا الا العربية بتاعت والده العربية اللي هي الثمانية وعشرين اللي هو قاعد فيها وجو حر عليه موت وعملين يتحركوا كل شوية توقفوا كل شوية مش عارف ايه وعربية كل شوية عشان يعمل نقل اصلا بياخد تعب ومجهود ولما تكلموا يا ابني فيه اعلى من كده يقول لك لا ده انا ده ما هو فيه افضل من ده 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 ثيات ده مية ثمانية وعشرين انما لما بتاخده بقى وتحطه في عربية بقى من العربيات الموديل للسنة وحاجات جديدة يقول انا كنت هي مشكلة الشباب دول كده مشكلة الشاب ده انه مضيع على نفسه فرص من السعادة والقرب من الله مش متصورها اصلا طيب شوية احمد يعني دلوقتي يعني انا عايز الشاب ده هو فعلا بعد ما اقتنع انه انه هو واقف على عربية فول بس هو شايف عربية الفول دي ما احترمنا وحبنا لها هو شايفها اخر حاجة في الدنيا وافضل مطعم قبن فيه موجود في الدنيا وشايف انه جمصة بالنسبة له دي اعلى مصرف ممكن يكون صايف فيه في حياته لكن ايه بقى اللي ممكن ينقله او ازاي ادوه الشاب اللي بعيد عن ربنا حاجة تحسسه انه فعلا كانوا وقف على عربية فول مش على عايز اقول له امتى في يوم من الايام قراءت اكتاب ربنا سبحانه وتعالى وحسيت بالفعل بقشعريره في جسمك وفرحة وسعادة وحسيت بالفعل ان ايمانك عالى قوي بعد بسمعت القرآن لا انا بقرأ القرآن بس بقرأه عادي هي دي هو ده بقى الفارق الفارق بقى ان انا كلما بزداد علما بعرف ايه الادوات وايه الوسائل اللي تخليني اسعد بالقرآن مش اقرأ القرآن افرح بالقرآن اعيش مع القرآن عايز اقول له امتى اخر مرة فعلا قمت صليت فيها بين ايدينا ربنا سبحانه وتعالى بالليل وفعلا عينيك بكت امتى اه انت ممكن تكون بتصلي ولكن امتى حسيت بخشوع في الصلاة امتى حسيت بالفعل ان ايمانك زاد بعد الصلاة امتى حسيت ان انت ما كنتش ساجد في القضل انت ساجد تحت عرش الرحمن ده ما بيجيش الا بالعلم اللي بيديك ادوات وبيديك وسائل يخليك يقولك هنا بقى انت هتخشع في الصلاة هنا انت هتحس بقيمة صلاتك في كتير من الاوقات ولادنا وشبابنا في الجامعة بينزلوا اه بالنم مع بعض الفلوس وبننزل نحط الفلوس هنا ونعمل فلوس هنا ولكن امتى بالفعل استشعرت ان العمل اللي انت عملته ده كبير قوي لن تستشعر هذا غير لما تعرف فعلا قيمة العمل اللي انت عملته بالعلم بقى بالعلم لما تعرف سبحان الله ان صناعي المعروف تقيم مصارع السوق وتعرف ان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه وتعرف ان كل مرئن في ظل صدقاته يوم القيامة وتعرف ان الصدقة لا تطفئ على حرها حر القبور وتعرف ان الصدقة تطفئ غضب الرب لما تعرف قيمة اللي انت عملته هتحس بتعمل عمل اللي انت عملته مش هيبقى عمل احنا عملناه عشان الجروب بتاع الجامعة اتعامل وخلاص طول ما الانسان بيتعلم كل يوم حاجة جديدة بتكون النتيجة ان ده بيفرق عليه في الحاجة دي فبيحس انه بدأ يتنقل عارف سوفيان الثور لما كان بيقول احنا طلبنا العلم لغير الله فقاب الله الا ان يجعله له هنا المسألة بتفرق كتير جدا نختم بها حلقيتنا النهاردة لان الوقت طبعا يعني الاسف دايق معنا النهاردة وان شاء الله باذن الله في الحلقات القادمة باذن الله نستكمل الحاجات دي ولكن انا عايز اقف عند اخر حاجة نختم بها الحلقة لو حضراتك نستفيد فيها جزئية انه العلم افضل ولا الجهل انا فيه ناس كتير شباب صحابي يقولي ما هانا تقولهم انا ما معرفش ان ده حرام فعادي انا ما فيش مشكلة انا اتعلم ليه انا كده العلم هيبقى خنقى بالنسبة لي فانا ما اتعلمش بحث صعب جدا صعب جدا التصوات صعبة جدا شوف اولا احنا لازم نعرف من البداية ان العلم ده فرض علينا زي ما ربنا فرض الصلاة فرض علينا العلم معقول اه يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى فرض علي الصلاة واصبحت فرض العلم ده اصبح فرض علي طب انا بقى ما تعلمتش اصبح الجهل ده كبير وانا وقعت فيها ويوم القيمة اتحاسب على ده ويوم القيمة اتحاسب على ده مش انا عشان معرفش لا но طبعا لا طبعا الصحابي اللي دخل صلى مش النبي قال له ارجع فالصلي اناك العب تصلي اه هل قال له لأna صلاةك صحيحة ونبدأ من اول وجديد ولا قال له صلاتك غير صحيحة المشكلة في كده المشكلة لا المفترض ان انا اعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة لعلى كل مسلم اعرف ان اول كلمة وأول مركزية من مركزات الدين اللي ربنا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ انت لازم تتعلم والعلم ده يبني هو اللي هيوسع الحياة مش هيديقها العلم ده هو اللي هينور الطريق مش هيضلمه زي ما بعض الشباب بيظن العلم ده هو اللي هيساعدك ان انت تعيش الحياة دي بتصور صحيح سليم وعايز اقول ان كل اللي قابلنا ساعدوا بالعلم محدش شاقية ابدا بالعلم بل ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان كل ما بنزداد علم وكل ما بنزداد فعلا فاهمه وبنزداد معرفة وبنزداد من الله عز وجل لقرب فلا الجهل هو اللي بيخلي بقى الدنيا تسود في الحقيقة الجهل ده خلاص الشباب اللي متعلمش حرمة الدم ما احنا شفناه دبح صاحبته ايو حسن الشباب اللي ما عرفش حرمة الدم اتشكله بيعودوا اتشكله قدام الجامعة وسيوف وسكاكين وصواطير وبيضيعوا على بعض الشباب اللي ما عرفوش حرمة المخدرات في الاسلام موخات جرعة زيادة ومات هو مين اللي الجهل مين اللي بقى مخنوق دلوقت هل المخنوق اللي عنده علم ولا المخنوق اللي عنده جهل احنا مين اللي بيعاني النهاردة في الحقيقة يعني بحكم بقى احنا بروح لاخواننا وزميلنا دكاتنا نفسين مين بالفعل المخنوق اللي عرف دينه بيمشي ازاي ولا الشاب اللي ضايع ومش عارف ويقولك انا مش فاهمني انا مش عارفني انا تاية لا في الحقيقة الشاب اللي ما عرفش ربنا الشاب اللي ما عرفش دينه دينه الشاب المعرفش ايه الدين ده هو ده الشاب اللي تعبان هم دول اكتر ناس مرتدي يعني عيادات الطب النفسي هم دول اكتر ناس في الاماكن دي شوف النهاردة الشاب اللي معرفش شوف شاب عنده دين فعرف ايه حقوق اخوي علي فلما بيتعالل معه بيتعالل معه بكل حب وكل الفة وكل لين وكل تواضع لانه عنده دين وعنده علم طب لو عندهوش علم بنسمع عن الصاحب الخاين والصاحب اللي غدر بصاحبه احنا ما حصلش عندنا هنا صاحبه قتله صاحبه اعز اصحابه ولمان من فوق كبرى طلخة ليه يبقى مين اللي بيتضيق عليه احنا لازم نغير النظرة دي عند الشباب هو مين اللي بيتضيق عليه لا احنا بنشوف الشاب ربنا سبحانه وتعالى بيصلح اللي حاله وبيهتم بالعلم وبيهتم بالدين لا والله هو ده اللي سعيد وفرحان الجانب التاني اللي عايش في شقاء مين اللي بيروح دلوقتي من صحة الطب النفسي لا طبعا يعني سبحانه الله المخدرات اي طبعا اللي غدر صاحبه بي صدم صدمة نفسية قوية ما هم دول المخلوقين لا فالعلم بيدي للحياة طح الجهل والعياذ بالله والبعد عن ربنا بيدي للحياة والعياذ بالله السواد شقاء شقاء والمرء عدوه ما جاهل طول ما انا احسس ان العلم ده تلاصم الناحية التانية الشباب اللي بيقولوا ايه قصو هو كده العلم ده له ناسو له اهله واحنا ملناش في القصة دي فاحنا بنقول له كده ما نجاهل اشياء عادية انت طول ما انت مش عارف حاجة عن العلم بتتهيالك انه العلم ده حاجة صعبة جدا زي اللي مثلا بيعزف عن علم التجويد في ناس حفظ القرآن ولكن للأسف ما بيعرفش يجود القرآن فبالنسبة له ان التجويد ده تلاصم يا عمي ده هيزين وهيجمل طول ما هو بعيد طول ما هو برة يبدأ فاحنا عايزين نقول نهاردة لكل شاب بيسمعنا ولكل حد تابعنا في الحلقة ووصل للدية اللي احنا فيها دي احب اقول له كمل خد خطوة حاول تتعلم العلم بيجيب سعادة اوعى تعيش في شقاوة الجهل فسبحان الله العلم يرفع بيوتا لا عمادة لها والجهل يهدم بيوتا المجد والشرفي فعايزين ناخد خطوة ناحية العلم العلم بيجيب سعادة السعادة في العلم العبادة مش هتوصل لربنا الا بالعلم مش هتسعد في الدنيا وفي البرزق وفي الاخرة الا بالعلم فتعلم تعلم دينك ده واجب عليك وفرض عليك لازم تتعلمه علشان تفوز وتبقى سعيد في الدنيا وفي الاخر السلام عليكم علشان تفوز علشان تفوز علشان تفوز موسيقى